وبعدين تيجي ضربة جزاء تانية يترمي عليها اللعيب زي حرس المرمى ويمسكها مش عايز يسيبها مش ممكن أخطاء تحكمية هذه تتعدى فكرة الأخطاء التحكمية صحيح صحيح ولماذا الأهلي وتلاقي ناس بقى ايه عمالة في الهاري التحكيم التحكيم والقرع القرع ازاي الناس دي يعني بتقول هذا الكلام اهي اهي بص 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 الهندبول ايه بص بص بيلمها بيده بص بص لانه الحكم الحكم خات زاوية رؤية عشان شوفه اتفرج اهي اتفرج بيده الشبان حطها تحت بطه حضان اهي شوف 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 الكرة واخدها ازاي لما تفتح بقى افتح الكادر وشوف الحكم وهو بيبحث لنفسه عن زاوية رؤية عشان يبص عليها اهي اهي لو بص بص الحكم هتشوفوا دلوقتي ازاي هو بيدور لنفسه على زاوية رؤية وشايفها واقفوا عمال يتحرك علشان بص اهو اهي دي يا عمي مش عايز يحسب حالة اهي استنى لسه شايف الحكم شايف الحكم هيتحرك شمال سنة عشان يبص اهو اهو ولا الهوى يعني عمودي عليها لا يعني وحطت في نفس الجون والمطش اللي فات برطة اتا كانت تكون حطت في نفس الجون ما حدش يفخر ببس لهذا الفوز يعني دا مش ممكن مش ممكن بصراحة يعني يعني امتى ممكن يبقى البنالتي لو ما كانش في دي لاعب طب الله العظيم بتاعت اظهره اسهل لاني مفيش بقى حد بص مسيطر على الكرة بشماله واخدها وحارم اللعب المنافس منها وامخدها اه يعني اه وامخدها وكمل اللعب والحكم برضو دا غير بقى التفاصيل بيبص له جو اون جو اون دا غير بقى التفاصيل اللي تقولك ان الحكم عنده اتيتود يعني عنده نفسانة اه طريقة الصفارة على الاهل طوله الموتش عاملة ازاي مع كل الامسة مع كل الامسة و لدرجة انه دفع صالح اسلام محارب في سدره طيب مباراة بهذا الشكل فيها هذه الفرص فيها عدم توفيق غير طبيعي كل الناس شافته هل الاهل اتفضح انا بس الحتة اللي كنت عايزة اكد عليه معلاش لما تكون اللعيبة حاسة ان مش هتتحسل درجة جزاء الا لما تكون حاجة يعني فجة جدا يبقى الاداء التكتيكي التحم والتكنيك بتاع الدفاع بيبقى واخد راحته اول اه طبعا عايز تشد شد عايز تمنع تمنع عايز تشكعب الكعب ما انتش هيتحسب عليك حاجة اه خلاص فكمان صلابتك الدفاعية طب بصت لقى انه خد يقولك ايه وصلابة دفاعية واداء رجول بعدين اتلعوا لك ليك دربطين جزاء وهدف ملغي وليك مش عارف ايه امال بسلامتك ايه ده بقى الله طب لو اتحسبت الكلام ده كان حيتقالي الكلام ده صحيح انت عطت في نفسك جون ومش عارف ايه وطوله الماتش انت مسيطر على المباراة الا مش معنى كده ان الفيسالي فرقة لا فرقة خطيرة لان عندهم اسلوب فرقة منظم ما هم ملعبوك باحترام وانت ملعبتهمش باحترام